شو مونا وين تقوموا الضبغرات كون؟ صارت الدنيا عتمي أخدتوا رايحة تكون زيادة لسه عنا طريق الرجعة ما فيكي ما تنقي سني يا خانم كأنه ما في غيرنا هون يا بنتي سني يا خانم ما غلطي بصراحة تأخر الوقت وصار لازم نرجع على بيوتنا آم يا عثمان خير بنتي بدي أحكي شوي معك امشي معي تعي علي طاهر ونفس وين راحوا ما بعرف لا تخاف عليهم مصطفى ليكن إجو طاهر بس شوي خير شو لصة اسماء عم تخبر الشيخ عثمان وهي تحقق حلمك أول ما توصل عضيعة بتروحه بتلبس طقم مرتب وحلو ويجيب معك محابس وشوكولات وباقت ورد وأنا راح كون معك فلا تخاف من شي ولا تاكلهم هالشغلة مو سهلة أنا راح أروح ايه يلا شباب يلا يلا سعبوني لحتى نضب لغراض مع بعض يلا حمل ما نقل معي يلا خلص أنا بدب يسلم إيديكي ما كان لازم ألعب طابي والله تعبت كتير هالمرة ما عزبني أبدا نام أول ما حت راسه عم خدته دخيل قلبه المهم عندي أنه انبساط يلا يلا يا زلمي وينك أنت يلا دقيقة راح أوصل يلا استعجل كلياتنا قاعدين وناطرينك شو صار معه ليكو راح يوصل وينه مراد كأنه هذا التاني مختفي كمان وينه فاتح بيكون على الطريق حاكيته من شوي وقال جاي آه منيح أستغفر الله وأتوب إليه مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسلم أهلا بالعريس تعال فوت لجو أفوت شكرا علي سلمون شوفي لش هذا لابس أواعي جديدة وجايب معه باقي تورد وجاي هلا حماتي طولي بالك كرمال الله أسماء بنتي خذي الغراض من إيد علي الله يرضى عليك الورد آه ايوه ايه هيك القصة فهمتيا شكرا بكثي هيك يلا عود الكل انتبهوا عليك أنك ما تلبيك عفوان آسية وانتي كمان أسماء يلا عدو تفضلوا وانا عيمة اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس